طيب أستاذ سميح أبو النور بقى بيقول أنا بنهج وبتعب من أقل مجهود برضو الأسئلة النهاردة قامل على الفكرة مع ناس كتير قوي ومن وقت للتاني ضربات قلبي بتكون سريعة فده سببه إيه مع العلم أنا مش بعيني من أي مرض أو مشاكل في الأقل أوكي ممكن أو يكون من أحد الأسباب عدم كفاءة الدم لازم نعتني بدمنا الدم مهم قوي لأن الدم هو اللي بيوصل للأكسجين لكل الخلايا هو اللي بيوصل للهرمونات من الجلانز أو من الغدد لمستقبلاتها في الخلايا لو عندي عدم كفاءة الدم لأن يمكن نقص فيتومين بي 12 بيعمل عدم كفاءة دم فيتومين بي 12 الكوبولامين هو اللي بيولد لي خلايا الدم الحامرة فأول ما ده بينقص بحيث بتعب بحيث بديق تنفس لأن الأكسجين مش واصل فبتعملي ضغط أكتر عن رئة أنه يوصل للأكسجين بتحسي بضربات قلب عالية عشان يدخل دم والأكسجين في كل الجسم فبتحسي بالتعب والخمول الأطراف هتلاقيه برضو تحسي أن أطرافه على طول بردة مش وورم يعني مش وغض الحرارة الكويسة وهتلاقي بشرته شحبة لأن كفاءة الدم عنده مش بالكفاءة السليمة فهتلاقي البشرة شحبة وممكن الضوف كمان بتكسر مع عدم كفاءة الدم كل حاجة يا سبحان الله مرتبطة ببعض يعني عندك مشكلة في نقطة ما في جسمك تلاقي أثرت بشكل كبير جدا عندك نقص في فيتامين معين تلاقي أثرت بشكل كبير جدا على بقية وظيف الجسم سبحان الله بجد تحسي ماشين ماشين ماشية يعني بالتكافل كده مع بعض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر